فتوجهك ليه كليات الحاسبات والزكاء الاصطناعي معناه أن انت بتضمن شغل لفترة زي ما قال عمداء الكليات لمدة عشر سنين قدام لسه كمان وده تاريخ ورقم مش قليل نعرف تفاصيل أكتر مع الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والزكاء الاصطناعي بجامعة هلوان دكتور أسامة مساء الخير مساء النور يا فنزم الأول يعني موضوع صفر بطلة ده حاجة مفرحة ومبهجة في مجال الزكاء الاصطناعي والحاسبات والزكاء الاصطناعي حضركم لنا تفاصيل أكتر عن الخريجين وعن إقبال الطلبة الفترة اللي فاتت والفترة اللي جاية على كليات الزكاء الاصطناعي أستاذ يوسف اسمحني بأول أهني أبنائنا طلاب صنعوية عامة بنجاحهم وننتظرهم في قطاع الحاسبات والزكاء الاصطناعي ونتشرف بيهم وده من دواعي سرورنا وسعادتنا نستقبل الجيل الجديد اللي حينضم للأطرة الحاسبات أنا شعرت جدا بمقدمة حضرتك اسمحني أقولك أنت عضو شرفي للقطاع بالمقدمة الرائعة يا فرد أشكرك أشكرك دكتور أسامة ده شرف ليه طبعا يخلي حضرتك القصة ببساطة إن التطور الطبيعي للمعلومات هو الزكاء الاصطناعي كليات الحاسبات والمعلومات في مصر قدمت عدد كبير جدا 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 من الخديجين في فترة صادقة ودول كانوا موجودين في قطاعات عديدة في المجتمع المصري نتيجة زيادة المعلومات ومسمى بيج ديتا أو علوم البيانات ما بدأت في البيتا ساينس أو ما بدأت معهات تكبر بدأنا ندخل في مرحلة جديدة إن إحنا نستخدم المعلومات دي فيما يفيد الإنسان في المستقبل عشان نعمل ده نحكي إن الآلة تتعلم الآلة تتعلم روك الإنسان هو ده الزكاء الاصطناعي طيب مصر والحكومة الحالية تعد حكومة ذكية جدا 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 ليه؟ لأن رؤية مصر 20-30 قيمة على الزكاء الاصطناعي عشان تقوم على الزكاء الاصطناعي يبقى لازم كليات الحاسبات والمعلومات تغير موضحها تحت مسمى حاسبات والذكاء الاصطناعي اللي عمل إيه؟ عمل أقصر جديد تواكب المستقبل طيب العاصمة الإدارية الجديدة بتقسم قيمة على إيه؟ قيمة على هذا القطاع نظبوط وظائف المستقبل بالكامل أي على هذا القطاع اسمح لي أقول لحضرتك بيه وظائف كاملة هتخرج من السوق من سوق العمل هو ده ده كان السؤال اللي عايزة أقول لحضرتك دكتور أسامة المجالات بعد كده في سوق العمل لأن متغيرات سوق العمل بتتغير كل فترة وكل سنة كمان حضرتك في المقدمة قلنا أن الدكتور والمهندس والإداري كل ده هيعتمد بعد كده على الزكاة الاصطناعي المجالات إيه اللي هتبقى بعد كده موجودة ويساهم فيها الزكاة الاصطناعي دكتور أسامة دكتور أسامة واضح أن فيه مشكلة فيه الاتصال هنعود الاتصال بيه مرة تانية لكن عايزيني أكد على حضراتكم مرة تانية أن كليات الحاسبات والزكاة الاصطناعي ده مجال بدأ التوجه ليه من فترة الطلبة دلوقتي سواء خريجي علم العلوم أو الرياضة بيتجهوا ليه الزكاة الاصطناعي والحاسبات المعلومات زمان كانت مقتصرة على السوفت وير الزكاة الاصطناعي بيشتغل بعد كده على مسألة الهارد وير وديه المتخصصين فيها هيكونوا عارفينها شوية لكن دكتور أسامة رجع تاني هنكمل مع حضراتك دكتور أسامة المجالات اللي هيدخل فيها للزكاة الاصطناعي الفترة القادمة اسمح لي أفعل حضرتك الأول وحضرتك موزي عظيم شكرا احتياجك قد إيه في الإعداد للمعلومات احتياج كبير جدا أكيد يعني هو لازم البحث الأول والاحتياج ده بيعوز إيه بيعوز ذكاء اصطناعي في إيه إن أنا أفتح لحضرتك عديد والعديد من الموضوعات تخيل حضرتك السكريبت بتاعك كمان لقوا الشات جي بي تي سعب حضرتك فيه كل حال ده حيعلي جدا من المستوى طب الطبيب لو قلنا إن الطبيب ادينا له فرصة إنه باستخدام الذكاء الاصطناعي يقدر يعمله أقصر طريق يعالج بيه المريض بتاعه دون الدخول في أعراض جانبية نظبوط النهاردة الصراف الأديم اختفى بسبب تطور الـ ATM و الميكانة اللي هو تحول الرقمي القريب العاجل قطاع البنوك كله حيبقى لكوش تيلور طيب في ظل اللي حالك بتقوله ده دكتور أسامة عايزين نعرف إقبال الطلبة السنة دي أو السنة اللي فاتة تحديدا السنة دي وإحنا بنكلم على المرحلة التانية من تنسيق الجامعات الحكومية الإقبال عامل إزاي لكليات الذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات بواجه عامل إقبال الطلاب أبنائنا أبنائنا الطلاب على الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة في الحاسبات والذكاء الاصطناعي على أعلى مستوى مفيش أسرة أنا عرفها فيها ابن لينا في سنة عامة أيا كان مجموعه طبعا لو مجموعه الحمد لله كان عالي بيكلم في جامعة حكومية لو أقال شوية برضو عايز ينتسب للقطاع عن طريق الجامعات الأهلية أو عن طريق الجامعات الخاصة لأن ما فيه صفر بطالة هي معلومة موثقة جميع خريجي القطاع يعملون بالعكس إحنا خريجينا بيشغلوا أعلى المناصب في الشركات العالمية من جوه مصر بيشتغل يموت لي أو عن بعض الأهلية دلوقتي دكتور أسامة بتسأل على جزئية مهمة جدا جميل أو أن أنا أعرف أن أنا ابني هيتخرج يلاقي شغلانة محترمة في شركات عالمية سواء أحيانا كمان الطلبة يعني حسب معلوماتي أن فيه طلبة في سنة ثالثة وربع بيشتغلوا طيب وليه الأمر دلوقتي هيسأل سؤال مهم جدا التكلفة عشان أدخل ابني كلية زكاء إصطناعي أو حاسبات ومعلومات قسم زكاء إصطناعي التكلفة هتبقى إزاي بيكلف على الدولة قد إيه في كل سنة التكلفة على الدولة للطالب الواحد من أربعين لثمانين ألف جنيه حسب حسب الانفراستركشور أو الدعم اللوجيستي لكل كليه تمام وفي بعض الكليهات بتصل ثمانين ألف الطالب بيدفع إيه؟ بيدفع مصروفاته الجامعية العادية خالص وإذا كان البرنامج بتاعه يسمى برنامج مميز وله بعض الشراكات الدولية فبيدفع أقل من قيمة التكلفة طيب بيكلف من أربعين لثمانين حضراك زي ما قلت في السنة على الدولة على الدولة بيكلف الدولة من أربعين لثمانين ألف في السنة وليه الأمر تقريبا رينج المصاريف إيه بتاعت كليهات الزكاء الإصطناعي تحديدا أو تقريبا زي أي كلية يا فندم هو بيدفع مصروفات حسب كل جامعة مدين ألف وألف وخمسمين لكن في المتناول أكيد في المتناول أكيد في المتناول الحاجة الأساسية اللي الطالب بيدفعها عندنا هو الجهد والوقت والإخلاص هوقف عند اللقطة دي شوية يا دكتور أسامة لأن أحد عمداء ورأساء الجامعات في مرة قال لي التخصص دا أو التخصصات دي دا بيبقى استثمار في الطالب أنت بتستثمر في ابنك على مدار أربع سنين أو خمس سنين وبعد كده بتجني سمار الاستثمار دا نأكد تاني على المصروفات هل متاحة بالنسبة لولي الأمر العادي بتكلف على الدولة كان في السنة علشان بس النقطة دي مهمة جدا دكتور أسامة هعيد كلامي المعليك تاني بيصرف من أربعين لتمانين ألف جنيه على الدولة الطالب مصروفاته من ألف إلى ألف وخمسمية وكمان وكمان الطالب إذا كان عنده أي ظروف اجتماعية تمنعه من دفع المصروفات ففي قنوات شرعية جوة الكليات بتضمن لسيادته فرصة تعليمية متكملة دون دفع أي جنيه مصري يعني في شكل منح في شكل منح وفي شكل مساعدات الجامعة بتكفلها تمام يعني بنقول أن الطالب بيكلف الدولة في السنة الواحدة من أربعين لثمانين ألف في شكل دعم ولو فيه ظروف معينة ظروف اجتماعية أو تفوق في بعض الأنشطة بياخد شكل دعم أو منح أو مساعدات مظبوط الكلام بس الأمانة تقتضي أول تعليق صغير تسمح بمعليك في شيئة كده تفضل المرضود أعلى مليارات الجنيهات عن كل ما يسرى لأن لو تخلفنا الآن لو تخلفنا عن الركب التكنولوجي العالمي الآن استيراد التكنولوجيا مكلف جدا 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 يعني احنا بنسابق بنسابق الزمن في موضوع التحول الرقمي في موضوع التحول الرقمي ماشينا على خطة سابتة ومتقدمة دكتور أسامة مظبوط أنا عضو في القطاع وبقول لحضرتك هي قفزات وتفارات غير مظبوط مظبوط دكتور أسامة إمام معمية كلية الحاسبات والزكاء الاصطناعي بجمع تحلوان بشكر حضرك شكرا جزيلا على المدخلة دي وعلى كل المعلومات المهمة اللي احنا عرفناها من حضرتك فيما يتعلق بكليات الزكاء الاصطناعي سواء الـ 14 كلية أو التسع فروع الأقسام في الكليات الحكومية ومستقبل مشرق وبتكلم عن صفر بطالة تاني في وظائف الزكاء الاصطناعي أو تخصص الزكاء الاصطناعي لمدة سنوات قادمة قدام أصبحت كليات القمة مفهومها اتغير التغيرات أصبحت حوالينا بتجري بسرعة المستقبل أصبح متغير الاهتمامات أصبحت متغيرة لذلك لازم تفكرنا وتفكير أولئة الأمور وتفكير الطلبة بنشجحهم إحنا من خلال إحنا نتبنى موضوعات ومنقشة موضوعات زي اللي إحنا بنقشها دلوقتي الزكاء الاصطناعي تحديدا وهنقش في خلال الحلقة بعض الفقرات المتعلقة أيضا بالزكاء الاصطناعي منها الجانب الأبيض والجانب الأسود يمكن نوهنا لسبوع اللي فاتح عن بعض هذه النقاط عندنا أيضا فقرات أخرى كتير مين؟ هنشوف النهاردة مسألة مهمة جدا حاجة اسمها الديب فيك أو التزوير العميق وده نقطة مهمة جدا لازم حضراتكم تابعونا فيها علشان نعرف إزاي نتلاشاها وإزاي نحمي نفسنا ونحمي أولدنا من خطر التزوير العميق أو الديب فيك